فرحة لم تكتمل ففي الوقت الذي كان يستعد فيه أحم بحاجة وغيره من فلاح الجماعة القروية إتسبيع لجني فاكهة التفاح كبدت مع واصف رعدية مصحوبة بالبرد والرياح القوية خسائر مهمة برد مس مساحة تتراوح ما بين 1500 و 1800 هكتار المديرية الجهوية للفلاحية بجيات فاس بولمان تؤكد أن حجم الخسائر يبلغ 36% مؤشرة إلى أن المساحات المزروعة المجهزة بالشباك الواقية من البرد لم تلحقها خسائر هذه الضيعة دائرة الشبكة وهي بالنسبة لتفاح ما تقاش لأن الشبكة حماته واللي كانت منها هو أن الفلاح يدير الشبكة وبعد الضيعة لتتواجد داخل ممر البارد واللي المساحة ديالها تتبلغ تقريبا 300 هكتار كلها مغروسة بالأشجار التفاح ما حصل فيها احتضرار وذلك لكونها مجهزة بالشبكة الواقية من البرد وهي مساحة لا يستهانه بها كونها تتمثل 21% من المساحة المقدرة لهذا الممر البارد المديرية تدعو أيضا الفلاحين إلى تجهيز المساحة المزروعة بالشباك الواقية والتي تخصص لها الوزراء إعانة في طري صندوق التنمية الفلاحية تبلغ نسبتها 40% من تكلفة التجهيز مع تحديد سقف لهذه الإعانة يصل إلى 50 ألف درهم للهكتار ترجمة نانسي قنقر